من أدس أبابا زميلنا الأستاذ علاء حيد رئيس تحرير وكاية أنباء شرق الأوسط علاء مساء الخير نشاط الرئيس ما قام به كلمة الرئيس غدا ماذا تتوقع أن يقول يعني طبعا هو النهاردة أهم حاجة كان لقاءه مع ديستالين بسرعة أنا كنا قاعدين مع الوافد الأسنوبي قبل ما يعني خلال لقاء الرئيس وديستالين وصار 45 دقيقة أنت أنت أكبر مقابل كثير ديستالين كثير مع رئيس عبدالسع السيتي إنه عندما كان هناك يعني مفاوضات من الجانبين أن يكون للرئيس عبدالسع السيتي لقاء مع ديستالين كانت أسوبيا قالته على رأس القائمة اللي هلتخذها رئيس المنزلاء ولذلك هما يعني كان فيه لقاء إحنا عدنا بعد هذا اللقاء للصبار 45 ديئة وده أعقب على طول لقاء الرئيس عبدالسع السيتي مع الرئيس البشير يعني الرئيس البشير كان مع الرئيس عبدالسع السيتي بعدها بجي يكتلك اللقاءه مع ديستالين يمكن وزير خارجية أوضح كالحاجات مهمة جدا إن جسالين قال خلال اللقاء إن هو يدرك أن مصر هو شريان الحرية بالنسبة للمصريين وقال باللغة حتى إن ده الحبل السري الذي يربط الشعب المصري والشعب الأسيوبي وإن أسيوبيا لا يمكن أن تنزل تدرر بمصر لكن في نفس التوقيت هو بيطالب أن يأتي المستفنرون المصريون إلى أسيوبيا وهو قبل الدعوة وصريتها في الساعة السنوية هنا في شرم الشيخ يوم 21 و 22 فبراير لكي يشارك في قمة استثمار وأكد أنه هو من أجل المصريين لكي يأتوا لأن هناك بعض المشاكل بعض المطالب من المستثمين المصريين هو على الاستعداد ليغير لهم القوانين أو أنه هو يقدم تنازلات أو يقدم مميزات المصري لهاية يلديد استثمار في أسيوبيا وبالفعل في استثمارات هنا في أسيوبيا من كثير من رجال الأعمال هو برضو تحدث لنفس التوقيت وبيطالب أن يكون هناك تفعيل للجنة السلاسية المتركة العليا بين الرئيس عفتاح السيتي والبشير وهو وديسالين أعتقد أن الأمور كلها تمشت الطريق الإيجابي والنهاردة الأول مرة هو برضو تسألنا الوافد الأسيوبي قال لك إحنا بنمتازم باتفاع المبادئ اللي هو ده الأول مرة ده ملزم لنا وإننا دخلنا الأول مرة في إطار قانوني وأنه في نهاية المطاف لن ننزل أي ضرر بالمصريين يعني بيشعوروا ليه زعلانين ليه في شكوك من تجاه المصريين تجاههم وهم مش موافين على هذا الاتجاه لكن في نهاية المطاف وهو ده رئيس عفتاح السيتي ويتقابل مع جسالين لمدة نهاردة 7 أو 8 مرات لغاية بالوقت أن تولى الحكم مشاركة رئيس عفتاح السيتي تحدي ذاته في قمم الإفريقية ما عداش ولا قمم إلى جانب اللقاءات السورية هو جاي هنا في أحيطية مرتين إلى جانب القمم ده برضو بيتي رسالة للأفرقة أن نصر لا تحتم فقط بالدول الإفريقية عشان خود النيل لكن غدا الرئيس يلقي كلمته غدا مظبوطي على سيرخذ بكرة الكلمة سيتحدث فيها عن أنه هو رئيس لجنة المناخ لجنة التغير المناخ وهو طبعا كان في فريس استطاع أن يحصل على 5 مليار دولار 5 مليار دولار لصارح أفريقيا لمواجهة تغير المناخ والتوسع في التقل الجديدة والمتجددة بكرة سيقدم تخذ أتام اللجنة في التغير المغلقة ثم يتحدث في كلمة يشرح فيها ما تم إنجازه وضرورة أن يحتفع الضعم الدولي إنه هو جد 5 مليار دولار بلد عن يصل إلى 20 مليار دولار بشكرك زمينا علاء حيدر رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط